توافد عشرات الآلاف من الزائرين الأجانب والعرب إلى العراق عبر المنافذ الحدودية في البصرة أسهم بتنشيط السفر عبر القطارات سيما إلى محافظة كربلاء حيث تجري مراسم زيارة الأربعين ويفضل المواطنون السفر على متن القطارات هذه الأيام لتجنب الزحام المروري وحوادث السير لأن وسائل أمان أحسن من الوسائل البرية يعني جاعد نشوف الحوادث اللي تصير بالطريق هواي والقطار أمن وعدي هاي بيت الزغيرة يعني كلش متلاهفة تريد نشوف القطار فحبيت خليها اليوم تجرب القطار وقاعد نشوف حوادث على الطريق البرية يعني هواي حوادث بسبب كثرة الحوادث والغطارات يعني آمنة وبيها يعني وسائل راحة وتبريد هواهم حار إذا جعل هذا أنه إحنا جئنا بالغطار ورغم زيادة شركة سكك الحديد لرحلاتها اليومية إلا أن ذلك لم يخفف من تدافع المسافرين على شبابيك بيع التذاكر أسعار البطاقات الكوشيت اللي هي منام صار كوشيت عشرة وسبعة أما بالنسبة للسياحية السياحية 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 والكوشيت اللي هو كان منام صار اللي هو كان 25 صار 10 واللي المنام السياحية كانت 10 و15 صارت 7 ثابت وتقول إزارة النقل العراقية إنها وضعت خطة الاستقطاب أعداد أكبر من المسافرين على متن قطاراتها كما أعلنت عن قرب فتاح خطوط سكك جديدة هناك خطط بالوزارة إلى تطوير قطاع النقل قطاع السكك بالذات حصرا والعمل جار حاليا لدينا خط الشلانسة وخطوط التنمية وخط الفاو فالخطوط إن شاء الله الخير قادم باسمه لسكك حديد الجمهورية العراق ويشكو سائق القطارات في العراق من مشكلات مختلفة خلال رحلاتهم في العاصمة بغداد والمدن العراقية أبرزها تعرض خط السكك الحديدية للإزدحام المروري ومرور قطعان الماشية وتعرض القطارات للرشق بالحجارة وتمتد خطوط سكك النقل العراقية منذ انطلاقها مطلع القرن العشرين لمسافة تصل لأكثر من ألفي كيلو متر في شمال والجلوب والغرب إلا أن حدود عملها تراجعت مع خروج خطوطها عن العمل جراء الإهمال نجاح العابدي الحراء البصرة